قبل ما نبدأ قبل كل شي في شعات جديدة عن الايفون 12 اللي بينزل ما راح تكون معه سماعة داخل في العلبة سماعة السلك شي محبط للبعض وشي عادي للبعض بالنسبة لي اخر مرة استخدمت السلك ممكن مع الايفون 5C او ايفون 6 يمكن بعدها نقلت على LG wireless والنسبة لي الايفونات اللي عندي السماعة في العلبة كتبوا لي تعرفت اللغات هل تستخدمون السماعة السلك ولا لا طبعا في شركات من زمان موقفة السماعات او من اول ما بدأت ما في سماعات في نفس العلبة مثل بيكسل وقبل نيكسس ما في سماعات في العلبة ما احد يشتكى انا عارف ان بعض الشخص يدخلونا كحين او ليش هل تابل تبي تخفف قيمة الجهاز 29 دلار تقريبا قيمتها السماعة وبرضو تبدأ تمهد الحق الويرلس طبعا انا عارف الحركة هذه فيها بيزنز حق قبل انها تجبر الناس يشترون الاربودز عشان تشتريها وبرضو ان خلاص السن الجاي يمكن ما يكون فيه ولا مدخل بالجهاز فأوردي السن الجاي يجب ان يشترون الويرلس باك المتمهد لهم من الحين السلام عليكم هلين فيكم في فيديو جديد اليوم راح نتكلمكم عن الايفونات الجديدة ايفون 12 راح نتكلم بس عن الشاشة ووضوح الشاشة وكل شي وحجم الشاشة نتكلم عن حجم الشاشة من قبل نبدأ لكم عن الايفون 12 الايفون 12 الجهاز الجديد لحجمه اسقر حجم قبل ما كان عندها في السوق في الجهاز مستحدث من الابراء الجهاز راح يكون حجم الشاشة 5.4 ورح يكون اولد كل جهزة اولد فهذا الجهاز 5.4 حجم الجهاز تقريبا راح يكون نفس حجم الايفون 8 على 5.4 وطبعا الريزولوشن حقه 2340 في 1080 الجهاز راح يكون ريزولوشن اعلى من الايفون 10R اعلى من الايفون 11 على فل اه دي جهاز صغير راح يكون ريزولوشن واو فيه البي بي اي راح يكون فيه 475 بي بي اي بالشكل راح تكون من صناعة سامسونج الكلار دبت راح يكون 8 بيت لو ننتقل لكم الحق الايفون 12 ماكس خليفة الايفون 10R وخليفة الايفون 11 هذا الجهاز اللي راح يبيع قوي هذا الابل توقع موجهة السوقلة او السوقت النابل هذا الجهاز اللي راح يبيع بقوة تكلم نعم برح يكون كاميرتين وكل شي خلصنا منهم لكن حجم الشاشة راح تكون 6.1 اولد الريزولوشن الريزولوشن ما ننتجي ما يكون او فل اتش دي ولا فل اتش دي ولا فل اتش دي ولا فل اتش دي كيف تجي؟ ما دري كيف الريزولوشن راح يكون او الاسبكتريش راح يكون 2532 في 1170 اوكي الفل اتش دي بلس وهو 1520 في 720 هذا اللي موجود في جالاكسي نوت 10 بلس اللي موجود من سن راح تنزلت سامسونج والفل اتش دي بلس برضو 2280 في 1080 لكن هذا لا 2532 في 1170 البي بي اي لحق الشاشة نفسه 460 الجهاز هذا راح يكون الوحيد من صناعة شركتين اللي هي البي او اي و اول جي من شركتين والدبت لحق الكلار راح يكون ايت بيت نفس الجهاز الموجود في السوق ونفس جهاز الايفون 12 و 12 ماكس هذا هم اتنين هم احين الحق الايفون 12 و برو حجم الشاشة نفس حجم شاشة ايفون 12 ماكس 6.1 ولد الريزولوشن نفسه 2532 في 1170 البي بي اي نفسه 460 الشاشة من صناعة سامسونج فهذا الاختلاف هنا بينه وبين 12 ماكس ورح يكون من سامسونج نفس ايفون 12 برضو لكن 12 ماكس هو الوحيد اللي بيكون من شركتين غيره color depth راح يكون 10 بيت color depth هذا الجديد فرح يكون واو في الالوان فرح نشوف قدامك كيف راح يكون في الالوان وننتقل لكم الحق اخر جهاز موجود الحين اللي هو الايفون 12 و برو ماكس هذا الاجخاص اللي يبقون نشترون كل المواصلات الموجودة في الايفون راح يكون على الايفون 12 و برو ماكس 3 كاميرات مع الليدار وكل شيء نتكلم لكم عن الشاشة الشاشة راح تكون 6 بس 7 راح يكون اكبر جهازي الالان ايفون نزل في السوق اكبر من الايفون 12 و برو ماكس الاسبكت ريشو راح يكون 2778 في 1284 يعني الوضوح مش اكواد اتش دي النفس اللي موجود في النوت 10 لا اقل من لكن الاكواد اتش دي الموجود في الجالكسي نوت 10 كان 3040 في 1440 هذا 2778 في 1284 البي بي اي فيه راح يكون 458 ببي اي صناعة سامسونج برضو الكلر برضو الكلر برضو راح نشوف كيف راح تكون الاضاءة وكيف راح تكون الالوان في الميزة هذا والتقنية هذه فهذا الانواع وهذا الاشياء كلها انتو تحددون بعدين اشي اللي تختارون انا اتوقع الجهاز اللي راح يبيع بقوة لايفون 12 ماكس هو الجهاز راح يكون موجه هو الجهاز راح يكون انخيص 750 دولار فتوقع ان الصب راح يكون على الجهاز هذا لنرجع لكم نتكلم لكم عن اسعار الجهاز مرة ثانية بسرعة لايفون 12 راح يكون ب 650 لايفون 12 ماكس راح يكون ب 750 لايفون 12 وبرو راح يكون ب 1000 لايفون 12 وبرو ماكس راح يكون ب 1100 هذا البداية يعني استارت لحق السعر هذا مع تقريبا على الذاكرة ممكن ال 128 كبداية لايفون 12 وبرو ماكس راح يكون ب 64 فبس في نهاية الفيديو كتبوا لي تحت التعليقات ماهو الجهاز راح تشترونا ونشغل مقطع ما لاك المقطع واشتراك في حسابي في سناب شات تشارك بطباتكم ولا تنسوا المقطع دعاكم والسلام عليكم